ريكاردو المدير الفني لمنتخب الفريق المريخ السوداني ريكاردو مساء الخير مساء الخير شرف كبير لأن أتحدث إليك عبر قناة أون تايم سبورتز بتشرف وجودك معنا رأيك في خروج منتخب البرازيل من كاس العالم الكاس العالم دائما هناك أخطاء تحدث للمنتخبات والفرق وبالتالي هو بطل واحد في النهائي ربما أمام كرواتيا ارتكب منتخب البرازيل أخطاء لم يؤدي مهمته على ما يرام لم تكن المباراة جيدة وكانت في أي لحظة ممكن أن تعود المباراة ويتخلب منتخب البرازيل على كرواتيا ولكن تمكن منتخب كرواتيا من حسم المباراة ولم يكن منتخب البرازيل المباراة على ما يرام كنت تتوقع أصول المغرب منتخب المغرب للدور قبل النهاي؟ لم يفكر أحد على الإطلاق في وصول المغرب إلى دور نصف النهاي كانت مفاجأة كبيرة ربما هي المرة الأولى على الإطلاق التي يصل فيها فريق من قارة إفريقيا ولكن هو فريق قوي ويتمتع بعناصر جيدة وعلى يقين بأن المغرب ستؤدي مهمة رائعة غدا تتوقع فوز مين بكر؟ أعتقد أن منتخب فرنسا هو المرشح للفوز بكأس العالم بهذه البطولة لديهم فريق قوي وكرة قدم قوية وصارمة وهجمات مرتدة في غاية الخطورة ومع ذلك تستطيع المغرب أن تؤدي شيئا جيدا أو تحقق مفاجأة كالعادة ربما أمام فرنسا كدولة عربية وأيضا في إفريقيا شايف إزاي مجموعة الدوري الأبطال ويعني وجود المريخ السوداني مع الترقي والزمالك وبلوزداد بالأمس شاهدنا المجموعة قرعة المجموعة أنا سعيد أن آتي إلى المريخ منذ شهر تقريبا ولكن لدينا فترة إعداد جيدة للعمل مع المريخ لهذه المسابقة وهذه البطولة أتمنى أيضا وعلى مستوى دوري الأبطال والكاف أن نؤدي كرة قدم متقدمة وعلى مستوى عالي مثل نادي الزمالك وأيضا بلوزداد وباقي الأندية المجموعة هل هناك كان مفاوضات للعودة الإسماعيلي؟ ربما لم تحدث مفاوضات إلى الآن وربما تكون هناك لحظة أخرى وفي أي لحظات على الإطلاق أنا دائما أكون مستعدا الجميع يعلم أنني أكن أيضا وعقلي كان مع النادي الإسماعيلي ولكن كان التعاقد جاء مع نادي المريخ الآن السوداني وتركيزي مع المريخ شكرا جزيلا ريكاردو المدير الفني للمريخ السوداني بشكرك شكرا جزيلا